حاجة تانية كمان عايز اتكلم عليها انجاز منتخب مصري لناشئين تحت 17 سنة والتأهل لأول مرة منذ سنوات طويلة يعني اعتقد وانا بتابع كده منتخبات الناشئين والشباب من 2013 تخيلوا 11 سنة المرحلة العمرية تحت 17 سنة ما بتتأهلش اصلا للتصفيات الافريقية او البطولة المجمعة اللي بتودي بعد كده على كاس عالم بنخرج من الادوار التمهيدية تصفيات المناطق الجغرافية كانت صعبة جدا ولكن عايز اشيد واهني الجهاز الفني بقيادة الكابتن احمد الكاس عمل مجهود كبير جدا وتحمل المسئولية هو وجهازه الفني رغم كل الصعوبات اللي بتمر بها هذه المنظومة وهذه القطاعات ومشاكل التسنين والاعمار السنية الصعبة اللي بيواجهها اي جهاز فني جهازة فنية كثيرة جدا احفقت في كل السنوات الماضية وفي كل التصفيات الماضية نتيجة التخبط الاداري وعدم تقديم يعني اي مساهمة او مساعدة من كافة الاتحادات الماضية ولكن بقول مبروك للكابتن احمد الكاس مبروك للكابتن رامي عادل مبروك للكابتن احمد فوزي مبروك لكل افراد الجهاز الفني والاداري والطبي لمنتخب مصر تحت 17 سنة على هذا الانجاز والتأهل الى التصفيات النهائية اللي بإذن الله هتكون خطوة للتأهل الى كأس العالم تحت 17 سنة كلنا عارفين طبعا ان ده تأهل لفريق 17 نتمنى التوفيه لمنتخب العشرين سنة اللي موجود مع ميكالي خلال الفترة اللي جاي عنده موقع صعبة جدا لكن نتمنى له متوفيه رب بإذن الله في المرحلة اللي جاي عموما دي كانت نقاط مهمة جدا عايز ابدأ بها النهاردة سواء تدريب الاهلي الاشادة والتهنئة بالنسبة لي منتخب تحت 17 سنة اشتركوا في القناة